عمد مصطلح كبير بكل صراحة لأنه جليتنا يعني احنا تبعنا كل ما نقلته يعني وسائل الإعلام الجزائرية مسموعة مكتوبة ومرئية منها وتفاجأنا بكل صراحة يعني من تعليق بعض الصحفيين وكذلك من تحليل بعض العارفين وبعض كذلك المحللين للجانب الرياضي لأنه بكل صراحة كان البعض يتهم هؤلاء أولا غياب الوطنية غياب في بعض الأحيان حب الوطن يعني الإنشاد النشيد الوطني في الملاعب هذه اللي نظمت والإحتاظنت كذلك هذه الكاس إضافة إلى ذلك يعني قيل الكثير عن هؤلاء اللاعبين لكن بكل صراحة يعني نتأسف يعني على كل ما قيل لأنه مهما يكون هؤلاء ابناءنا مثل الجزائر في كاس إفريقيا في كاس إفريقيا الماضية وفي كاس العالم يعني في جنوب إفريقيا أحسن تمثيل في البرازيل كذلك كانت أحسن تمثيل يمثلون الجزائر في مختلف الأندية الأوروبية كذلك أحسن تمثيل يعني من العيب بكل صراحة أن نتهم هؤلاء يعني قلة الهوية عندهم الوطنية